الفرصة أيضاً إن اللي حصل ده الحقيقة بيحدد لك الهدف بوضوح أنت أمامك هدفين اقتصاديين التضخم وتوفير النقد الأجنبي دول الهدفين الأساسين وأنا مش هتكلم على سعر الصرف لأن سعر الصرف ده عرض جانبي من قصة النقد الأجنبي التضخم والنقد الأجنبي دول يجب أن يدور حولهما كل شيء إزاي تخفض الأسعار؟ إزاي تخفض الأسعار على الناس؟ مش بالمبادرات الجزئية اللي بتصدر من الحكومة أنا أسفة جداً لكن هذه مبادرات جزئية بتلوي دراع السوق لا تصلح لم تنجح ولن تنجح لكن هما لسه بيجربوا فيها ولكن يعني لا أظن أنه سيكتب لها النجاح على الجانب الآخر إزاي تزيد دخلك من العملة الصعبة؟ كل واحد شغال في الحكومة دي لازم يكون أمامه أو في الحكومات القادمة لو الحكومة دي مشت وجد حكومة أخرى في الدولة كلها من كل الأجهزة السيادية لازم يكون أمامه هدفين يوفر نقد أجنبي ويواجه التضخم بكل الأدوات المختلفة هو ده اللي حنقدر يعني نحدده كأهداف للمرحلة المقبلة مش هنقدر نستفيد من الفرصة يعني خلاص احنا عارفين ما هي الأزمة وما هي الفرص لكن الحقيقة ان احنا مش هنعرف نستفيد من هذه الفرصة إذا لم نعترف بأصل المرض بالأخطاء بأننا لا يمكن أن ننفذ نفس السياسات وننتظر نتائج مختلفة بأنه جزء من المشكلة كان الوضع العالمي ولكن ليس كل المشكلة جزء كبير من المشكلة من داخلنا ومن سياساتنا الداخلية مش كله من الخارج سواء أزمة غزة أو أوكرانيا أو كل ده جزء من المشكلة وليس كل المشكلة إذن أمامنا تحدي إزاي هنفكر إزاي هندير إزاي هننظر للأزمة والحقيقة إنه دي مش مسؤولية الحكومة بس دي مسؤولية الجميع مسؤولية الحكومة مسؤولية الأجهزة السيادية لأنها مشاركة في اتخاذ القرار أنا ما أقدرش أزلم الحكومة وحدها مسؤولية كل شيء مستشارين الرئيس الرئيس نفسه مسؤولية الجميع هذه مسؤولية تشاركية من أول الرئيس وصولا للبرلمان لأن البرلمان بيرائب وصولا لنا إحنا في الإعلام وحتى الناس اللي كمان لازم نساعد على تغيير مفاهمهم لو قدرنا نغير الماينسات بتاعنا وطريقة تفكيرنا في الاقتصاد هنقدر ننجز هذه الفرصة لو فضلنا نفضل في تجربة السبل القديمة هنفضل في نفس المكان